وراء هذه ما هي الفتاوى هذه فساوى يضحكون بها عليكم ما هي القضية واضحة الأئمة إما أوجبوه وإما لم يوجبوه منين جبت 15 رأيه ولا تقول هذا من المدرسة الأخبارية ما هذا الكلام موجود في جواهر الكلام عودوا إلى جواهر الكلام وعودوا إلى سائر الكتب الفقهية أنا لا أستطيع أن آتيكم بكل الكتب جئت بها في برامج سابقة البرنامج ليس مخصصا للحديث عن الخمس عودوا إلى برامجي المختصة بالخمس فإنني قد جئت بأكثر المصادر هذا كتاب لمرجع حي من المدرسة الأصولية شيخ جعفر سبحاني مرجع معاصر من مراجع قم هذا كتابه الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الصادق الطبعة الأولى ألف أربعمية وعشرين هجري قمري قموا المقدسة إذا ما ذهبنا إلى صفحة أربعمية وخمسطعش ماذا يقول ما هو عنوان المسألة الخمس في زمان الغيبة فماذا يقول عنها هذه المسألة من المسائل الهامة التي لم يرد فيها نص فأوجد حيرة بين الفقهاء بعد الغيبة إلى عصر شيخ الفقهاء إلى بقية كلامه هذه المسألة من المسائل الهامة التي لم يرد فيها نص فأوجد حيرة بين الفقهاء بعد الغيبة لا توجد نصوص هذه الفتاوى من جيب الصفحة حرامية يردون يبوقونكم هذه كتبهم هذا كتاب لمرجع المعاصر بعد ذلك يجد طريقة لأخذ الخمس لكنه اعترف بالحقيقة في بداية كلامه من أنه لم يهرد نص ووقع الفقهاء في حيرة من أمرهم هذا كشف الغطاء لشيخ جعفر الذي عرف بكاشف الغطاء نسبة إلى كتابه هذا كما هو معروف هذا الجزء الرابع من كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرة هذه الطبعة طبعة مؤسسة بوستان كتاب مركز الطباعة والنشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي مشهد المقدسة إذا ما ذهبنا إلى صفحة 135 من الجزء الرابع من كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء في أبواب العبادات المالية في الزكاة والخمس يشير إلى أحكام تتعلق بعلاقة المجتهد بالأموال الشرعية بعلاقة المرجع بالأموال الشرعية فماذا يقول يجوز له يجوز للمرجع جبر مانع الحقوق الذين لا يدفعون الأخماس مثلا أو سائر الزكوات يجوز له جبر مانع الحقوق ومع الامتناع يجبرهم بالقوة المتوفرة لديه مثلا الآن في زماننا ميليشيات في زمان جعفر كاشف الغطاء هناك قوة شعبية تشابه الميليشي أيضا كان ذلك في زمانه يجوز له جبر مانعي الحقوق ومع الامتناع يتوصل إلى هذه الفساوى من أين يجيؤون بها من دون دليل صحبوا الزمان يبيح الخمس لشيعته وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا وهذا هكذا يقول يجوز له للمرجع جبر مانعي الحقوق ومع الامتناع يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم أو بمعونة الجند هؤلاء هم مراجع كلاوشية هذا الكلام يستند إلى أي آية إلى أي رواية من أن المرجع في زمان الغيبة يستعين بالظالمين وبجند الظالمين كي يفعل بشيعة ما يستطيعون أن يفعلوا لكي يدفعوا الأخماس للمراجع كي يتنعم أولادهم وبناتهم وأحفادهم وأصهارهم بصرفها من تفعل هذه المرجعية وتفعل هذا الفقه وتفعل هذا الدين أطيح الله هذه الحوزة التي تنتج هذا الفقه هو هذا فقه محمد وآل محمد هو هذا كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء كله جية هذا يسلط الظالمين وهذا سستاني يتستر على الوكلاء الفاسدين وذولاق يلقونه في البحر وهم يصرطونه وذاك يقول ادفنوه يودونه للمرجع حتى يدفنه يندل وين يدفنه المرجع وذبها برقبة عالم واطلع منها سالم المرجع هو يذبه بالبحر والمرجع هو يدفنه اليك والمرجع هو يأمنه عند المؤمن العادل ولكم احنا مضحوك علينا من بداية الغيبة الكبرى احنا مضحك مسخر مهزلة وكل هذا الكلام لا دليل عليه لا من آية في الكتاب الكريم ولا من رواية عن العترة الطاهرة ادري احنا شيعة علي لشيعة ابو سفيان اذا كنا شيعة لعلي نحن بايعنا في الغدير ان نأخذ الدين من علي فاين حكم علي في هذا انتم تقولون لا توجد نصوص وحكم علي هذا حكم الحجة ابن الحسن هذا حكم الغدير الثاني واما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل الى وقت ظهور امرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث هذا كاشف الغطاء متى توفي توفي سنة الف ومئتين وثمانية وعشرين الف ومئتين وثمانية وعشرين قبل قليل قرأت عليكم من الحدائق الناظرة توفي الف ومئة وستة وثمانية هذا جاء من بعده كان من تلامذته الف ومئتين وثمانية وعشرين وقرأت عليكم ايضا ما جاء في كتاب جعفر سبحاني وهو مرجع حي معاصر هذا كتاب الخمس للشيخ الاعظام لمرتضى الانصاري مرتضى الانصاري توفي بعد صاحب كشف الغطاء الف ومئتين وواحد وثمانية وفاته وهذا كتاب الخمس هذه الطبعة طبعة مؤسسة الهادي وباقري في مدينة قوم وأصل الكتاب للأمانة العامة للمؤتمر العالمي بناء وأصل الكتاب للأمانة العامة وأصل الكتاب للأمانة العامة للمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري صفحة ثلاثمية وثلاثة وثلاثة في الحديث عن الخمس في زمان الغيبة أقرأ عليكم ماذا قال الأنصاري هذا الذي تنسب له الكرامات وينسب له الزهد والتقدس وووو هكذا يقول إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام في أحوال الإمام الحجة في أحوال الإمام الحجة القائم إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمن تأمل من عنده من دون دليل لو كان عنده من دليل اللي جاء بي ما هم كله ما كذا فعلوا من دون دليل هذه أموال وهؤلاء لصوص سراق إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم من أنه رؤوف بهم هذا هو الذي يقصده إذا كان الإمام رؤوفا بشيعته فإنه قد أصدر لهم الحكم وأباح لهم الخمس أما ضعفاء شيعة فقد وجه ما وجه في توقيعاته بشأنهم وبخصوصهم فأحوال فأنت فأنت يا مرتضى الأنصاري لست أكثر حكمة من الإمام هو هنا وضع نفسه موضع الإمام وأخذ يتأمل في أحوال الشيعة ويتأمل إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم هو القطع برضائه من أين قطعت برضائه هو القطع برضائه عليه السلام بصرف حصته فيهم ورفع اضطراراتهم بها وفيما يحتاجون إليه من الأمور العامة والخاصة فالشك في هذا ليس إلا من جهة عدم إعطاء التأمل حقه في أحوال الطرفين أو في النسبة أنا لا أريد أن أشرح هذا الهراء الأصولية وهذه القذارة الشافعية هذه قياسات هذا قياس شافعي مضافا إلى قياسه هذا مضافا إلى أنه إحسان محط ما على فاعله من سبيل يعني أن نأخذ الأخماس وأن نتصرف فيها وأن نعطيها لأصحاب العمائم في الحوزة هذا إحسان محط من أين صار إحسانا محطا وأنت تتصرف في أموال الإمام من دون إذنه ماذا قال صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه في التوقعات التي قرأتها عليكم فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا هذا يتأمل فهل التأمل أمر صادر من الإمام وبعدين تجون تقول لي هذا الأنصار هذا مطياد أي أنصار فهل التأمل مصدر من مصادر التشريع مصدر التشريع هكذا يقول فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا هذا منطق الحجة ابن الحسن هذه توقعاته هذا الهراء ما هو يقول مضافا مضافا إلى تأمله مضافا إلى أنه إحسان محض ما على فاعله من سبيل وإن لم نعلم رضاه بالخصوص حتى وإن كنا لم نعلم رضاء الإمام بالخصوص أي منطق هذا منطق شيعة منطق نواصف هذا منطق عرامية منطق هتلية هذا هذا منطق كلاوشية سفلة سرسرية ضحكوا علينا منطق إمام زماننا هذا الذي قرأته عليكم وهذا منطق مراجعكم هذا هو الشيخ الأعظم علم الهدى صاحب المعجزات والكرامات ما نحن كنا مخدوعين به ولا طالما تحدث عن كراماته على المنابر هذا الكلام كنت أقرأه لكنني أصنع له من الاعتذارات والتوجيهات والتبريرات بسبب الحالة الدخية التي تسيطر علينا لكنني حينما بدأت أزيل حواجب الدخية والصنمية وبحثت عن كل صغيرة وكبيرة مثل ما قلت لكم ما تركت حجرا على حجر إلا وقلبته قلبت الحجر الأعلى من جميع جهاته وقلبت الحجر الأسفل من جميع جهاته ثم نبشت تحته هذا الإخياس هذا السيان هذا سيان المرجعية جناب هذا الأثول يتأمل متى كانت تأمل مصدرا من مصادر التجريع هذا قياس جافعي يتأمل وبعد ذلك يقول هو إحسان محض ما على فاعله من سبيل وإن وبعد ذلك يقول وبعد ذلك يقول إنه إحسان محض ما على فاعله من سبيل وإن لم نعلم رضاه بالخصوص وقت الحلقة صار طويل ماذا أصنع لهذا الوقت بقية هذا الهراء تأتينا في حلقة يوم غاد كي نكمل الموضوع ماذا أصنع لهذا الموضوع هذا هو دين مراجعكم من أم مددينهم هذا طائح الله وهؤلاء أنتم فهل أنتم على دين صاحب الزمان أم على دين هؤلاء الخثان الثولان جناب الأغى يتأمل أبو لقوا نتقي غدا كي نكمل حديث ذول الهتلية أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله شكرا شكرا شكرا